أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرنسيس في لقائه بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان وشدد قداسته على أهمية التركيز في صلاتنا وأن كل لحظات حياتنا ثمينة ويجب أن لا تضيع في التشتت كما لفت قداسته إلى أن السبحة الوردية هي سلاح قوي ضد الشر ووسيلة فعالة للحصول على سلام حقيقي في قلوبنا وأضاف أيها الأبو الأكدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنعمه البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة قديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثاً وللمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على بعض التجارب التي يمكن أن نعيشها في الصلاة وهي التشتت والجفاف والكسل الروحي قال قداسته التجربة الأولى هي التشتت في الصلاة أمام التشتت نحتاج أن نبقى في تركيز وأن نحافظ على فضيلة الصهر حتى لا نتشتت في السعي وراء ما لا يهم كل لحظات حياتنا ثمينة ويجب أن لا تضيع في التشتت التجربة الثانية هي الجفاف في الصلاة عندما يكون قلبنا غير ميال إلى شيء ولا يتذوق الأفكار والذكريات والعواطف حتى الروحية هذا زمن صعب مر به كل الكدسين التجربة الثالثة ضد الصلاة والحياة المسيحية هي الكسل الروحي وهو شكل من أشكال الإرهاق النفسي سببه التراخي في أعمال الزهد والضعف في الصهر وإهمال القلب الكسل الروحي هو إحدى الخطايا السبع الرئيسية ويمكن أن يأدي إلى موت النفس وقال كداسته كيف نعمل إذن فيما يحدث لنا من تقلب بين حماس وإحباط في الصلاة يجب أن نتعلم أن نسير دائما التقدم الحقيقي في الحياة الروحية لا يقوم في كثرة الإنخطفات الروحية بل في القدرة على المثابرة في الأوقات الصعبة يجب أن نتعلم أن نقول للرب يا إلهي حتى لو بد لي أنك تفعل كل شيء لتجعلني أتوقف عن الإيمان بك فأنا سأستمر في الصلاة إليك المؤمن لا يتوقف عن الصلاة أبدا لأنه يعلم أن الله سيستجب له يوما ما والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية يا إلهي حتى لو بدنا نعم أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في شهر أيار مايو الشهر المكرس للسيدة العذراء تتل السبحة الوردية المقدسة وهي خلاصة وافية لطاريخ خلاصنا بأكمله إن السبحة الوردية هي سلاح قوي ضد الشر ووسيلة فعالة للحصول على سلام حقيقي في قلوبنا بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر